بعض هذه الأراضي في قرية جين صفوت فيها قرارات سابقة لصالح أصحاب الأرض وبعضها منظورة أمام المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من عشر سنوات ومع ذلك أصدر الاحتلال أمراً بإعلانها أراضي دولة حال جين صفوت لا يختلف كثيراً عن بقية القرى والبلدات في محافظة قلقيلية التي تشهد هجمة شرسة للتوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين في ألفين من الشيفي هناك عملية توسيع ومصادرة جديدة في شعار تيكفا أيضاً والذين يقومون بإزعاج الطلاب وتوجيه السماعات مكبرات الصوت على المدرسة ويحلموهم من تلقي التعليم بشكل طبيعي بالإضافة إلى مستوطنة تسوفين إلى متجمع الكرني شمرون والجنات شمرون ومعالي شمرون أيضاً هناك مشاريع استيطانية واسعة يتم العمل فيها الآن حيل الاحتلال وذرائعه في مصادرة الأراضي كثيرة ومتنوعة ولكن الهدف في نهاية المطاف واحد وواضح وهو سلب الأرض من أصحابها لصالح المشروع الاستيطاني يسعى إلى حشر المواطن الفلسطيني في تجمعاته السكانية الحالية التي يمنع من خلال لجان التنظيم والتفتيش الإسرائيلي من بناء أي منزل أو توسع جغرافي وفي نفس الوقت ها هي المستوطنات تتوسع على حساب الأرض الفلسطينية التي تعتبر هي لصالح المواطن الفلسطيني ولكن الاستيطان هو أساس وشعار هذه الدولة الحكومية أكثر من عشرين مشروع استيطاني جاثم على أراضي المحافظة يتنوع ما بين مستوطنة وبؤرة استيطانية ومنطقة صناعية تتوسع هذه المشاريع على حساب أراضي المحافظة وتسرق مقدراتها المائية وتلوث أرضها وهواءها ويحرم الاحتلال لصالحها المواطن الفلسطيني وصاحب الأرض من الاستفادة من أرضه أحمد شاوار تلفزيون فلسطين قلقيليا